قال بعض أهل العلم قطيعة الرحم أعلى درجاتها قطيعة الوالدين و يجتمع الظلم أيضا في القطيعة قالوا لأن الإنسان قد ظلم والديه بعدم شكر إحسانهما و نكران الجميل لهما و تأمل أن اشكر لي و لوالديك فإن من شكر الله جل وعلا شكر الوالدين النفس البشرية بطبيعتها تحب من يشكرها و من يحسن إليها و من يساندها و من يقف معها و لذلك ذلك الصحابي لما اشتكى فقال والدي أخذ مالي قال أنت و مالك لأبيك أنت لا شيء أمام الوالدين و لذلك ما هذا العقوق الصامت الذي بدأ ينتشر اليوم فيحتشر فيحتحشر قلب الأب أو قلب الأم ألما و يعتصر هذا يقول أبناء ما يطيعوني و لا يأتمرون بأمري و هذه تقول لقد أحرجني هذا الولد فمن مخدرات إلى مسكرات إلى مفاسد إلى عدم أخلاق حسنة و ذلك الأب يقول لقد أوقعتني هذه البنات في مآزق في هذه الحياة و آلمتني أشد الألم و تلك الأم تقول والله ما يقف معي أحد في البيت أنا التي أعمل و أنا التي أقوم أنا امرأة الآن في الخمسينات على مشارف الستينات و بناتي على مشارف الثلاثين لا يوجد من أحدهم من إحداهن من تضع يدها معي حتى في المساعدة و لا في الخدمة و لا في القيام ثم تجد أيضا من تخلى عن الوالدين ساعة بالهجر و ساعة بالترك و ساعة بغير ذلك كلنا و نحن صغار نتذكر قصة أويس القرني عندما قال يفدوا عليكم وفدوا اليمن فيهم رجل ثم ذكر من صفاته أن فيه مرض مرض البرص و قال كان بارا بأمه ثم أمرهم بأوامر من لقياه فليدعوا فكان عمر رضي الله عنه يتفقد الوفود و هنا وقف لي مهم جدا مع موقف عمر في كونه يتفقد الوفود لكي يسأل عن هذا الإنسان البار الإنسان البار يا أحبتي بركة المرأة البارة بركة و عندما ترى أخلاق ذلكم البر فأنت تصبك سجين في نفسك هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما انظر ماذا كان يسأل الصحابة رضوان الله عليهم حين قلنا في الحلقة الماضية الإرث الكريم قبل أن تسأل عن الإرث وتسأل ماذا تركوا لك من الأموال أو تركوا لك من العقارات أو تركوا لك كل شيء يكفي بارك الله فيكم جميعا أن تفكرون أنهم أوجدوكم بعد توفيق الله عز وجل كانوا سببا في أشياء كثيرة في حياتكم لكن يوم ينتشر نكران الجميل عند بعض الأبناء و يقول وش قدم لأبوي وش قدمت لأمي يوم من الأيام إحدى الأمهات بكت فأبكت و هي تقول والدهم دخله لا يكفي و أنا موظفة فدراستهم و تعليمهم و النفق عليهم و كسوتهم كلها مني أنا حتى قالت كلام تلك المرأة مؤلم جدا و هي تعاني من عقوق الأبناء تعاني من عدم الطاعة من رفع الصوت من عدم الاحترام من عدم التقدير من عدم كل شيء أحد الأباء يدخل عليه ولده و يقول أنت السبب يقول طيب ما توظفت أنا السبب و اشتخلني أنا درستك و علمتك و وصلت للجامعة و تخرجت باقي الأمور بيد الله عز وجل فأنت عندما تجرح والديك بعض البنات طلقت قدر الله لها و طلقت أو ما تزوجت قالت لأمها أنت السبب أنت السبب أنت التي و هذا من العقوق الذي بدأ يتفشى في بعض الناس و هو طريقة الإذاء يعني ما هو بيكتفي أن يكون عاق بس لا يؤديهم نفسيا بالكلام الجارح تأخرت في الزواج أنت أخرت في الوظيفة أنت صارت لك قضية أنت حدث لك شيء يبدأ يعير الوالدين حتى لا قدر الله لم يستطيعون علاجه مثلا أو لو الوقوف مع أيام الشباب أو كذا يبدأ عشرين سنة ثلاثين سنة يعيرهم بذلك الأمر كله إنهم ينتظرون إحسانك هم ينتظرون وقوفك الآن هم ينتظرون كرمك ينتظرون أن ترفع قدرهم أعظم و تعلي مكانهم أعظم أنا أتعجب من بعض شبابنا اليوم عند قدوات من اللاعبين عند قدوات من الممثلين عند قدوات شخصيات كثيرة جدا و كثير منهم ربما لم يلقى من والديه أي صورة من الصور المشرفة و المشرقة و مع ذلك يفتخربه و مع ذلك يعزه و مع ذلك يرفع قدره طيب لماذا أنت لا تسيطر على هذا العقوق الذي هو من أكبر الكبائر دمعة من أحد والديك دمعة حزن دمعة نكد دمعة ضيق دمعة انكسار لا تظن أنهم أظهروها أمامك إلا و قد انفجر البركان الداخلي للنفس تقول لي إحدى الزوجات تقول والله أي أقدر مشاعر زوجي في آخر الشهر يوم ما يكون عنده شيء تواجده في البيت يكون قليل جدا حتى لا يسمع من أحد أولاده يقول له يبه جيب لي الشيء الفلاني أو اشتر لي الشيء الفلاني تقول المرأة والله أقدر مشاعر زوجي يقول يا فلانة عذريني ما أقدر أجل البيت يختفي و يجلس أغلب وقته مع زملاء أو بيت أهله حتى لا يأتي أحد أولاده و يقول له جيب لنا الشيء الفلاني ما تتعجب من مشاعر هذا الرجل التي يخفيها وهو في أشد الآلام ترجمة نانسي قنقر